أستاذ أحمد ونسأله على وإحنا لسه في محافظة دمياط دمياط مشهورة بالأساس وفي مدينة دمياط للأساس موجودة إزاي بتتعاملوا مع هذا القطاع وكيف تنظر المنظمة بشكل عام للمشروعات التنموية التي تحدث في مصر لو بتدير النص الأولى من سؤال حضرتك بالنسبة للدمياط دي كانت إحنا قبل كده عندنا مبادرات خاصة بصناعة الأساس سواء كانت في محافظة دمياط كنا شاركنا مع وزارة التجارة والصناعة والغرف المعنية بصناعة الأساس في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء أو تخطيط لهذه المنتقى الصناعية خاصة أن المنظمة عليها خبرة قوية جدا في عملية تخطيط وتصميم وتطوير المناطق الصناعية بما يتماشى مع الأهداف التنموية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بي اي كذلك اشتغلنا مع تجمعات تانية اللي خاصة بصناعة الأساس في محافظة مثلا زي محافظة سهاج وده كان في إطار أحد مشروعاتنا اللي كانت تتماشى مع الاهتمام اللي بتديه مصر دايما للصعيد ولي تطوير القرى الأكثر فقرا وغيرها من إماك في اللقاءنا مع السيدة المحافظة عشان برضو دي حاجة لازم نحن نشك محافظة كانت تناولنا موضوع على محافظة الدميات وأنها طبعا عجنية في عدد كبير جدا من الصناعات من أهم صناعة الأساس عندنا صناعة الأسماك والمصايد اللي هي في الأول وفي الآخر بيقوم عليها المواطنين اللي هي كلها مشروعات متناهية الصغر أو صغيرة وممكن أكبرها متوسط الحاج فتفقنا أن نحن نشتغل على مقترح تنموي إزاي أن نساعد العاملين في صناعة الأساس في المحافظة في المجالات الأساسية اللي بتواجههم أو التحديات الأساسية اللي بتواجههم زي التصميم تطوير منتجات جديدة النهاردة برضو في بعض الإرث الحرفي اللي موجود في عمليات التصنيع أو التصميم مع الوقت بتتلاشة إزاي نحن نقدر نحافظ على هذه الإرث النقطة اللي بكنا لسه منكلم عليها الخاصة برضو بالتكنولوجيات الحديثة النهاردة الميكانة بتخش بشكل قوي جدا المصانع دي مش هتقدر أو الورش دي مش هتقدر تنافس لو ما تبنتش هذه التكنولوجيات فده كلها من الحاجات اللي احنا منكلم عليها ده بالنسبة للصناعات الأساس فيه كمان كلمنا على الصناعات الأخرى وأهمها طبعا الصناعات الغذائية الأسماك الحلويات الجمنة الدومياتي دي كلها منتجات تتماس بيها المحافظة إزاي إن احنا نساعد المنتجات دي إن هي تتربط مع السوق المحلي يمكن دائما بيبقى فيه تركيز إن احنا نصدر آه طبعا التصدير حاجة مهمة وده دائما إحنا بندعمها وبنساعد عليها لكن مش عايزين ننسى إن احنا سوق 100 مليون أو أكثر لازم توفير حاجة سوق المحلي وتكون متنوعة كمان بالزبط وفي نفس الوقت إحنا 100 مليون فيه عندنا النهاردة الكوفيد وبنشوف فيه تحديات خاصة على منتجات الغذائية في عامية الاستيراد الحمد لله مصر ما عدتش بهذه الأزمة ونتمنى أنهم لا متعدي بيها ولكن المنتجات زي الجمنة الدومياتي المنتجات الحلويات اللي هي ممكن النهاردة بنشوفها إكويفلنت لإنرجي بارز بتتعامل من شركات كبيرة أجنبية ليه ممكن أن تكونش كل المنتجات دي هي متوفرة متصنعة بالاشتراطات اللي تقدر تنافس جوه وبره يمكن نبتدي من جوه وبعد كده هتبقى بره شقة تاني بعلية بتنظروا للمشروعات التنموية اللي موجودة في مصر وإلا أنا فهمه كده من الكلام كمقبل اللي أنتوا تعتبروا شركاء نجاح للدولة المصرية ماشيين في خط متوازي مع خطط وأهداف الدولة 100% هي لو بصيت دائما على قيمة المشروعات اللي نحن نشتغل عليها هتلاقيها ماشي خطوة بخطوة بتكمل التوجهات بتاع الدولة يعني لو نكلم النهاردة مثلا على مبادرة حياة كريمة لو نكلم أن هذه مبادرة حياة كريمة النهاردة إحنا في جهودنا في مثلا القطن مركزين على الكرة التي مشمولة في محافظة حياة كريمة كذلك عندنا شغل النهاردة في صعيد مصر في لقصر في إينا في الدلتة في المنوفية والغربية في مجالات مختلفة لها دعوة مثلا بصناعات زي صناعات اللي بتقوم على المنتجات القصب السكر يعني شامل السكر حاجات اللي لها دعوة بصناعات الطماطم وغيرها من المنتجات اللي بتتزرع في المحافظات المشمولة أو المدن أو الكرة المشمولة في حياة كريمة إزاي نحن مجهوداتنا هنا تكمل الصورة ده لو نكلم برضو على الاهتمام اللي أولويته مصر ليه من فترة نكلم عن القطن القطن النهاردة بنشوف التطوير اللي بتعامل فيه مصنع المحلة في هذه القاعدة الصناعية المجهودات الخاصة بزراعة القطن قصير التيلة بدلا من استيراده في مناطق صحراوية وبنسمع الأخبار احنا في نفس الوقت بنحاول ان احنا ننسك مجهوداتنا ان احنا نقوم ونطور الزراعة القطن كان لسه عندنا تواصل مع بعد اللقاء اللي احنا عملناه في المحافظة دميات والشغل اللي احنا عاملينه في دميات وكفر الشيخ بس عشان احنا برضو النفس اللي بنعمله في دميات بنعمله في دميات وكفر الشيخ بعتبر ان هم يعتبروا افضل مضتين في زراعة اجود انواع القطن المصري اللي هو فائق الطول الاكسترالالونج ستيبل جيبشان كوتو فيه المحافظة البحيرة هنبتدي ازاي ان احنا من خلال المشروع الجديد نقدر نيهنا بمجهوداتهم ديه من حال التالي اللي قال عليها وصولت بالزبط فهي دائما مجهوداتنا في الطاقة في الطاقة لما بدنا نشتغل من زمان على من خمس ست سنين على ادخال منظومات ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي وكنا ساعتها مركزين جدا مع المشكلة الرئيسية اللي بتواجه الصناعة المصرية او بتواجه الاقتصاد المصري عموما مصانع كسيفة استخدام الطاقة اللي هي القطاع الصناعي بيستخدم 30% فيه منهم حوالي 200 مصنع بيستخدموا اكتر من 70% من استخدام الطاقة في القطاع الصناعي صناعات زي الاسمنت صناعات زي الحجم الصلب زي الالمونيوم زي الزجاج فكنا ابتدينا ان احنا نركز من هذه انا عايز اولا هيك فيه مصنع واحد الوفرات اللي قدنا نحققها معاه من غير تدخلات استثمارية كبيرة حققت الاهداف القومية للمشروع ده هو الخاصة بالمشروع اللي متصم ما بين مصر حكومة مصر ومرفق البيئة العالمية فده دايما دايما مجهوداتنا متمشي النهاردة منتكلم زي ما دكتور باسلت ذكر على موضوع جنينج شرم الهرجادة برضو في عندنا ديسكاشنز خاصة بشرم الشيخ باعتبار ان هي مدينة سوف تستضيف ان شاء الله الكوب ساعة اشتركوا في القناة